بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان السلام عليك يا رسول الله عندما نأتي ونحضر ونجلس بين أدايا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم مساعد وخاصة لما نكون في يوم كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا الخير والنور والبركة في حديث أنا بسميه حديث السرور حديث الوصية حديث الوصية اللي وصل الله سبحانه وتعالى وصل بها حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض تجلى الله عليه أيوة احنا نتكلم النهاردة عن حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر ويا أرض يسمى فيها القيرات فإذا فتحتموها فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما أو قال زمة وصهرة هذا الحديث حديث صحيح خرجوا الإمام مسلم بس أنا برضو عندي شوية والحديث ده ده مش مشتهر كده ما بين الناس ما بين عموم الناس كده هل في حد حاول يخفي الحديث ده وما يبقاش موجود زي الحديث كتيرة اللي بتروى في طول الوقت هل في حد كان مش عايز إن مصر تكون وصية رسول الله بس الحديث ده بيقول إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصر وصيته صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أمر أصحابه إن هم يستوثوا بمصر وبأهل مصر خير والنبي بشرهم إن هم يفتحوا مصر ومصر اللي هتتفتح في عهد سيدنا أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عن على يد الصحابي الجليل عمر بن العاص في سنة عشرين هجرية ومن جميل قدر الله إن ما يحصلش قتال وتفتح مصر صلحا ومش عنوة لإن أهل مصر مش بيعنده كل جمال وكل خير وكل برك ويجي حضرت النبي يوصي بأهلها قبل ده بعشرة سنوات أو أكتر فيجي فتحها فتح جميل هادئ بس أنا عدت أتفكر في هذا الحديث كتير ليه بقى لإن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحما أو ذمة وصهرا أنا عايزة أقول كده ليه عايزة أقول كده ورسول الله ما أكت لهم على إن هي مصر أنا أتساول إن رسول الله سلم أمرهم إنهم يستوصوا بأهل مصر خيرا ويستوصوا بمصر خير لأن أنا بحب أسمي مصر مش بس كنانة الله في أرضي ولكنها الزخيرة والعتاد للإنسانية لأن مصر دي ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هي تكون هي الخزانة التي فيها يوجد القيم والأخلاق الإنسانية ليه بقول كده بقول كده لإني في الحديث الآخر إن الرسول الله سلم يأمرهم أن يأخذوا منها جندا كثيفة ليه طيب لإني مصر حماية حماية للإنسانية رسول الله ما بيكلمش دايما كلام يخص المسلمين ده رسول الله سلم دايما يتكلم كلام يخص الإنسانية فلما رسول الله سلم قال استوسوا بأهل مصر خيران يعني كتروا من أهل مصر واحفظوا أهل مصر وخلوا مصر هي تحافظ على العالم وجاء إني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش وصل صحابة بأهل مصر بس وصل مصريين على العالم والله أنا بفهم الحديث كده والله وأنا حاسس إن إن الأسرار اللي حصلت في أهل مصر من بركة حديث الرسول الله سلم اللي هي إيه؟ يعني من بركة الله سبحانه وتعالى ومن بركة وسيط رسول الله سلم إن لهم زمة ورحما إن الزمة والرحم دول مش مع حضرة النبي بس حضرة النبي زمته ورحمته يا على يا على العلاقة اللي ما بين رسول الله سلم واللي فيها ظهور الجميل الرائع سيدنا إبراهيم من السيدة ماريا لكن فيه رحم تاني إيه الرحم ده؟ إن ربنا يجعل مصر بنا وبنا رسول الله رحم آخر ورحم إنها تكون سبب لرحمة الإنسانية إزاي سبب لرحمة الإنسانية؟ سبب لرحمة الإنسانية من الإسلام وفوبيا من إن الناس تعتبر إن الدين اللي ربنا أرسله رحمة للعالمين شوفوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمون يرحمهم الرحمان وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فبينهم رحم الرحم ده أنتج رحمة ليه رحمة؟ أول حاجة إن ربنا يجعل مصر رحمة لإن إنتوا عارفين حضراتكم إن دايما في الرؤية الدينية الإسلامية إن التنوع رحمة فقال إن مصر ده تيذكروا فيها القراءة فإيه اللي حاصل؟ اللي حاصل ببساطة إن مصر فيها رحم بينها وبين رسول الله ليه؟ لإن في مصر التنوع اللي هيكون فيها هيكون سبب رحمة سبب رحمة عشان ما يجيش حد يقول إن الدين ده بيكره العيش المشترك اللي هو أحد المنتجات الأساسية للرحم لا مصر فيها عيش مشترك وهيفضل الناس فيها بيعيشوا عيش مشترك يدخل الصحاب الجليل ويدخل أهل الإسلام في مصر ويبقى الإسلام في مصر وما تتغيرش الحالة غير بعد 300 سنة لما يحصل إيه؟ لما يحصل التغير الاجتماعي بالعيش المشترك فيبقى الصب الصغير عنده خال وغير المسلم ويعيش مع بعض حياة مليئة بالعيش المشترك فالذمة والرحم هنا جاية من إن هذا البلد فيها علاقة بينه وبين رسول الله أنه شعب يتراحم شعب يتراحم بحق فالعقد الاجتماعي اللي موجود في مصر عقد تراحمي ولذلك كان من المفزع لأهل التدين لأهل التطرف إن هم يعملوا إيه؟ إن يجوا على البلد دي اللي مبشر رسول الله صلى الله أن ألاف رباطن إلى يوم القيامة ويديقهم جدا 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 هذا التنوع فيجوا مرة يضربوا في البعد المتعلق بهذا التنوع بالثقافة المصرية والحضارة المصرية القديمة ومرة يضربوا في البعد القبطي ومرة يضربوا في كل الأبعاد اللي موجودة الثقافية في مصر ليه؟ عشان هم مش عايزين يخلوا البلد دي بلد تراحمية عايزين البلد دي تبقى بلد صراعية آه أنا فهمت أنت أصدك إيه؟ إن البلد دي لما تبقى تفضل بلد تراحمية تفضل مصد أمام أطمع الكل ليه؟ لأن أهلها في رباط إلى يوم القيامة وأهلها في تراحم وأهلها في رباط طيب وده يؤدي إلى إيه؟ إن أهل مصر دولة اللي في رحمة واللي بهذه التنوع يقوموا بدور عجيب عشان يخلصوا العالم من طوفان اسمه طوفان التطرف الهجمات المتطرفة كان لازم الناس كلها تسأل هو ليه التطرف يكون بهذه الكثافة؟ وليه يتدفع فيه أموال كثيرة جدا جدا؟ وليه حد يجي يخلي مصر اللي حضرت النبي وصى بيها وصى بيها؟ يجي حد متطرف يتعامل مع مصر على إن هي على إن الوطن فيها تراب لا الوطن فيها مش تراب مصر مش تراب مصر وصية حبيب رب الأرباب مصر دي وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده هي دولة مهمة وعشان كده لما مصر فهمت إن هي دولة راحمية أخذت على عاتقة إن هي ترحم العالم كله من الإرهاب مصر ببساطة خالص وده اللي بيكيد كل من لا يحب مصر واللي ما بيحبش رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكيدهم إيه بقى؟ إن مصر واقفت أمام الإرهاب وأمام التطرف وقفت أمام الإرهاب والتطرف إيه؟ ما وقفتش قدامي بس بأعظم جيش عنده عقيدة وعنده عقيدة متراحمة كانوا بيمنعوا هذا الوباء يا سادة فيه وباء أشد من وباء الكورونا اسمه وباء التطرف والإرهاب مصر اكتشفت مصر لإنها دولة محفوظة بوسية حضرة النبي اكتشفت إزاي الترياق اللي ممكن تتخلص بيه من التطرف ووقفت وعمل إيه جيشها؟ وعمل إيه؟ كل من فيها إنه منعت أن هذا التطرف ينطلق إلى العالم كله ويدي الدرس للناس إزاي يقدروا يواجهوا التطرف والإرهاب يبقى حضرة النبي كانت شايل شاعب مصر وأهل مصر عشان يحفظوا على العالم كله حفظوا على العالم كله من هذا من هذا الوباء نفس الكلام ولزيك ده يدايق جدا متطرفين ويدايق الاتجاهات المتطرفة يدايق الاتجاهات المتطرفة ولزيك ما تلاقيش الحديث ده بيقولوا أهل أهل التطرف كتير يعني ده ما تعمل كده وتبص كده الطيار المتطرف بيذكر الحديث ده لا ما يذكرش ليه ما يذكرش الحديث ده إنه عيبين المكانة الحقيقية لمصر اللي كتير من الناس أصحاب المصالح ما يحبوش إن مكانة الحقيقية لمصر تظهر إن مصر تظهر إن هي وصية رسول الله سأصل فكان الباب الأساسي أو الدرع الأساسي اللي لبسوا العالم كله كان درع مصري منع التطرف إنه ينطلق إلى العالم كله وفي نفس الوقت درع تاني درع النور درع العلم اللي قاوم بيه أهل مصر كل هجوم للتطرف على العالم كله بالأزهر الشريف فمصر وقفت بهذا المصاد وقفت بالاتنين دول وقفت بجيشها وبأزهرها بهذا التنوع العجيب يا أخي حالة غريبة جدا هم حتى معرفوش زي ما معرفوش قبل كده يخلوا مصر متشيعة معرفوش يخلوا مصر متطرفة آه أنا بأكلمكم وأنا متخصص في التطرف وعارف إن فيه أفكار وغبار للتطرف في مصر بس ما قدرش يسيطر على أهل مصر حتى لما كان جيب خيابته في سنة راح راح ليه طيب عشان التطرف مالوش بقاء في مصر مالوش بقاء في مصر ليه ومش هيبقى في مصر حتى لو قعد ينفق كل النفقات أنا عايز أقول لكم حاجة كل الطيرات المتطرفة الأموال التي أنفقت على الطيرات المتطرفة في مصر أموال لو أنفقت على بلد أخرى لذابت ذابت إم محت وهذه البلد صومضة صومضة ليه لأن فيها ليها رئتين هذه اسمها جيشها وليس اسمها الأزهرة طيب وده يعمل إيه بقى يبقى رسول الله كان يستوصوا بأهل مصر خيرة فإن لهم زمة ورحمة هما في في حفظة يحفظوا به العالم كله ولذلك كان واضح أو استهدافة طيرات المستطرفة القضاء على هذه الخصوصية الثقافية والهوية المصرية سواء الوطنية أو الدينية عايزين يخلصوا عليها في ظل إيه بقى في ظل مرجعية أقول لكم مرجعية مرجعية ثقافية بتأسس للنظرية كبيرة اسمها النهايات الخمسة ويجي التطرف يمشي على القضاء على النهايات على الخمسة بالزبط كلهم فببساطة خالص عندهم النهايات الخمسة يقضوا على اللغة يقضوا على الثقافة يا راجل يا راجل مصر عملت جمال وروعة استوصوا بأهل مصر خائرة سوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رحمة كده فلما حبوا يقرأوا القرآن ما قرأووش بالتخويف قرأوا القرآن بجمال الله فلما قرأوا القرآن بجمال الله إلا حاصل الناس سمعوا القرآن فأحبوه لدرجة أن يتقال القرآن نزل في الحجاز وقرئة في مصر عشان قرأوه بإيه؟ بحنية قرأوه برحمة قرأوه بجمال هو الألحان والمقامات اللي احنا بنقرأها دي بنقرأ بها القرآن اللي بيقرأ بها الشيخ مصطفى السماعيل واللي بيقرأ بها الشيخ محمد رفعت واللي بيقرأ بها الشيخ علي محمود واللي بيقرأ بها الشيخ البنة واللي بيقرأ بها الشيخ الحصري دي مقامات عربية بس أهل مصر خزانة خزانة وكانوا سبب من أسباب حفظ القرآن الكريم وينشروا بالجمال ده في العالم كله فإن اللي حصل؟ هذه الخزانة لازم هو يجي حد يحب أنه يعبس بي وخاصة في الأوضاع الأقليمية اللي احنا الصعبة اللي احنا بنعيشها دي فنفكر كل الناس أن مصر حروبها ما كانتش أبدا للعدوان أو معادات الحق وأن حروبها كانت من أجل حماية الأرض والعرض يستوصوا بأهل مصر خيرا لأنه يعلموكم يعلموا يعني إيه حماية الأرض وحماية العرض وده يبان قوي قوي في خصائص بلدنا وجيشنا إنهم مش بيعتدي وإنما يحمي ويسترد الحق على طول زي الذكر اللي احنا بنعيشها الشهر ده ذكرى انتصار أكتوبر الذكرى الواحد وخمسين على نصر عظيم بمدد من ربنا مدد بربنا وكأنه بيدننا برغان استوصوا بأهل مصر خيرا فإن الله يستوصي بهم خيرا نصر كده نصر أكتوبر ده في حاجات وفي أوجه شبه بنصر بد مرة نقعد بس نتغزل في نعمة ربنا في نصر أكتوبر نحمد نعمة ربنا في نصر أكتوبر وعشان كده بيقولوا كمان ويا أرض يسمى فيها القراط العلماء قالوا قراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم أو غيرهم وكان أهل مصر يكسرون من استعمالي والتكلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لنا التفاصيل عشان ما حدش غلط هيا دي مصر علشان الصحابة يهتموا بشأن مصر زي ما يكون ربنا كشف اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أهل مصر وجمالهم في التعامل وطرقتهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يوصوا بأهلها خير إيه الخير بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيه لأهل مصر كل الخير كل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصل عالم كله بأهل مصر وصل كل من يحب حضرت النبي بأهل مصر إن هم يستوسوا بيها كل الخير عارفين أنا فاهم يستوسوا بيها خيرا مع قولي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال أن أهل مصر دول لهم ذمة ورحمة وفي رواية وصهرة وكأن الر ﷺ يقولون صحيح في أهل البيت بس كمان صحيح في أهل الرحم وآهل المصهرة فكما تستوصون بأهل البيت خيرة يستوصوا بأهل مصر خيرة لأنهم أهل الرحم وآهل المصهرة فحدث النبي صلى الله عليه وسلم وكأن نبي يجعلنا من أهل قربه ومن عائلته مش هنقول من أهل بيته عشان بس الناس ما تفهمناش على غير الوجه لكن من العائلة المتسعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أهل مصر من هذا فإن لهم نسبا فإن لهم ذمة ورحمة أو وصهرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إحنا في حمى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بابوا بالإمام النبي لهذا الحديث في شرحه باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وكانوا بيقول لنا في شرحه إن خلوا بالكم إن أهل مصر هؤلاء منسوبين إلي فشكرا يا رسول الله شكرا على النسبة وشكرا على الجمال وشكرا على الرحمة وشكرا على إن حضرتك جعلتنا في بؤرة الحياة مرة الحياة التي فيها صحيح إحنا كمان بنستوسي خيرا كمان بالعالم كله وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصى الناس تأخذ جندا كثيفا لإن جنت أهل مصر من خير أجناد الأرض وكأنهم دولة زخيرة العالم دولة حمى الناس وعشان كده لازم نفهم إن هذا الحديث وهو بيبين الأسباب اللي إحنا فيها بنكون في نسبة رسول الله الزمة يعني الحرمة وحق الزمة وحق الزمان معناه الاحترام وليس المقصود أنهم أهل زمة فقط ولكن إنهم مقصود أنهم أهل احترام متأتي الحياة التانية إنهم ليهم رحم والمقصود بالرحم إنهم ليهم بالسيدة هاجر أم إسماعيل أم العرب لما أهلها أهدت لسيدنا الخليل إبراهيم والمعنى التالت المصاهرة والمقصود بها إن سيدة ماريا أم سيدنا إبراهيم ابن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر تعالوا نجمع ما بين التلاتة دولة نشوف كده احترموا أهل مصر عشان هما من قديم الأزل علاقتهم بالأنبياء وفي نهاية النبوة علاقتهم به ودايماً علاقتهم علاقة رحمة ونور وعشان كده بتيجي من ناحية الأمهات السيدة هاجر والسيدة ماريا ويظل فكرة المصاهرة هنا بتشير إلى شيء مهم جداً المصاهرة اللي فيها الحفاظ على بنية المجتمع المصر بالعيش المشترك يا سادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصانة لأننا نحن نحافظ على مصر بخصائصها لأن خصائصها دي هي اللي بتفتح الباب لكي تكون مصر كنانة تكون مصر حماية وتكون مصر درع وتكون مصر كمان هي الباب المفتوح لخير الله سبحانه وتعالى ولحفظ الله للبشر مصر ما وقفتش قدام الإرهاب بس مصر كمان بتقف قدام كل محاولة لتمرير أي فكرة وتمرير أي محاولة للقضاء على الإنسان فمصر خزانة الإنسان والإنسانية بعض الفاصل نرجع لحضراتكم ونقرأ أسئلتكم مباركة اللي وصلت لنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره وننتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لوقت عشان نجيب عليها زي ما خصصنا الوقت بتاع النهاردة عشان نجيب علي أسئلتكم مباركة اللي وصلتنا وكان الباب من أبواب الفتح والتوفيق فربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من أهل التوفيق في الإجابة على أسئلتكم السؤال الأولان بيقول السلام عليكم كنت عايزة أسأل في حاجة من فضلك أنا يعتبر لسه عروسة وزوجي شغل كل يوم من أول اليوم لحد 11 و 12 بالليل وحق ربنا مش ميخليني نقصني حاجة بس المشكلة إنه هو معظم الأيام بييجي عايز يأكل يكمل يومه على الكافيه وكل يوم بحجة شكل وأنا بفضل أعدى لوحدي وأوقات كمان بكون تعبانة بس بسبب الحمل وهو عارف ده ويسيبني ويخرج أنا تعبت بجد أوقات بنتناقش باتناقش معاه وأوقات بغضب وبتخانق وأوقات بكبر دماغي ومفيش حاجة فيهم نفع أعمل إيه بحس بالوحدة وأهلي من محافظة تانية والله سؤال لطيف أول سؤال لطيف ومليان تفاصيل مهمة جدا 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 أولا أول حاجة أنا عايز أشكرك لأنك أنت عملت حكتين أول حاجة أن أنت حاولت مجربت وده يدل على صفاء النية والإقبال على الله سبحانه وتعالى فربنا يبارك لك أن أنت عملت ده ويريد كل الناس ما يتسرعوش أنه يعملوا أي حاجة إلا بعد ما يحاولوا حاجة التانية أن أنت سألت ودي حاجة مهمة جدا 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 لأن كثير من الأحوال بيجينا السؤال ده بعد التصرفات فلن أنت عملت هو نفسه اللي باوب عليه الإمام بخاري باب باب العلم قبل القول والعمل أنت تعرفي قبل ما تتعرفي أنا بقى بحذر زوج حضرتك أنا عايز أقول ظاهرة مهمة في السؤال ده ظاهرة مهمة لازم نفهم الناس بقى ما عندهمش طقطان لازم نقول كده ما إحنا نجدب على ربنا مش إن الناس ما بقاش عندهم صبر الناس ما بقاش عندهم جملة من الحاجات تخليهم الأوقات اللي بياخدوها في الحاجات قليلة يعني ما بقاش عندهم صبر ما بقاش عندهم ثقة ما بقاش عندهم خطة لأنهم بقاهم زاد فيهم العشوائية بقوا بيتغير مزاجهم بسرعة وده يخلي إيه يخلي الحو يصير لبتاعت الناس بقت قليلة الستة كانت زمان تيجي تقول إيه بعد 25 سنة أو 30 سنة أنا طهيئة أنا عايزة أطلع بعد 30 سنة دلوقتي أعلى نسب الطلاق دلوقتي في الثلاث سنة الأولى وفي السنة الأولى أكتر طب ده إيه سببه اللي أنا قلته حوالي سلط الناس بقت قليلة سواء الواجل سواء الزوج أو الزوجة طيب إيه اللي حصل تعالى أقولك تفسيرايا وبعد كده أقولك تعملي إيه زوجك ما بيروحش يقعد على القهوة عشان هو مل منك زوجك بيروح يقعد على القهوة أو بيععد مع صحابه أنت قلت الكافية معلش التعبير قديم شوي بيروح يقعد على الكافية لأنه عايز يعمل خصيصة من خصائص الرجالة وخاصة في الستين سنة الأخيرة مئة سنة الأخيرة اللي هي خصيصة اللي هي الفصل عايز يفصل يعني إيه عايز يفصل هو شايف أنه بيقاسي وبيتعب ويتمرمط بحتاج أنه يكلم أصحابه فيقلشه على أي حاجة هو عايز يبص في السقف مثلا يعني أنت لو أتحتيد وأقول ده في الحلول لو أنت أتحتيده أن أنت تعمليه المشروب وهتسيبه يبص في السقف من غير ما تكلميه خالص ويقعد في البيت هو عايز حاجة اسمها أنه يفصل طب ليه؟ لأن الرجل عنده مشكلة شوية أنه هو تصوره عن نفسه أنه بيشيل كتير حتى على فكرة لو ما كانش بيشيل كتير بس إحنا الرجال المتصورين ده فده معناه إيه؟ أنه هو محتاج أنه هو ينزل الأحمال من على كتفه عشان يقدر يشيلها تاني يوم فمحتاج أنه هو يعمل إيه؟ يفصل يعني بالضبط زي يخفف الأحمال لو أنه ما فصلش هو ممكن يكون اعتقاده أنه تاني يوم هيحصل له حاجة هل أنت ما هو لأنا أنت بتبرر لهم اللي بيعملوا لا 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 أنا قلت أن أنا بفسر ما قلتش أن أنا ببرر فالراجل محتاج أنه يفسر ولزيك أنت لما كنت بتكبر دماغ كنت فاهم اللي أنا بقوله لي إيه اللي جار وخلاكي دلوقتي مش طيقة أن أنت حسيتي أني بقى الكافي ضرتك هي دي بقى المشكلة هي دي المشكلة أن أنت حسيتي بالوحدة وحسيتي أني في حد تاني يواخد زوج منك أنا معاك والكلام ده صعيح تعالي بقى نشوف هنعمل إيه أنا شايف أن أنت تعمل ثلاث حاجات ثلاث حاجات بالتحديد وأنا كان نفسي أن أنا أخد الحلقة كلها وأخد الإجابة كلها الإجابة على سؤالك المهم ده قوي لأن دي حاجة وكأن البيوت لا يخلو منها بيت ونعرف ناس كتيرة أعرف زوجات كتيرة وأنا بقولك عشان تكون المنتبه أعرف زوجات كتيرة خلوا أنهو الزواج عشان هذا المعنى وبعدين إيه عانوا من أن هم عاشوا حياتهم بوحدة أسوأ من الوحدة اللي هم كانوا فيها في الجواز طب تعملي إيه بقى؟ هنعمل ثلاث حاجات أول حاجة إحنا محتاجين ثلاث أدوات الأداء الأولى إحنا محتاجين مهارتين عند حضرتك دي أداء الأولى المهارة الأولينية هي مهارة يزيد عندك مهارة الإنصاط ويبقى عندك مهارة تانية اسمها مهارة الطبطب يعني أنت زوجك أنت محتاجة أن أنت هتقولي والله أنا عارف أنا عمره ما قلت دايما الزوجات أول ما جاء يقول لهم كده يقولولي إيه بحنا بنعمل كده أحاضر والله واحدة واحدة بس اسمعي الكلام من الرجل هيقولك الرجالة محتاجين إيه أول حاجة محتاج أنه يجي يتسمع وهو بيحكي عن بطولته يعني بيحكي عن بطولته وهو محتاج أنه يجي يقول والله ده أنا عملت في المدير فلاني عملت كده والله ده أنا خلصت الشور وأنا صاحب فكرة كذا اسمعي يا مولانا ده بيكذب يا ستي هو مش بيكذب هو بيبحث عن بطولة فخليه يقول أنه هو بطل خسرانا حاجة لا أنا مش بحبش دا وانا برضو عايز حد يسمعني احنا دلوقتي بنعالج وبعد كده هنقول لها نعمل ايه عشان أنت تتسمع أنت كمان يبقى أنت لو عيثق في أن أنت بتسمعي وعيعيش أن أنت بتسمعي عيحصل بعد كده الحاجة التانية يبقى أول حاجة بحضة ببساطة خالص بتسمعي وتاني حاجة تطبع ليه يعني ايه يعني تعتبري شخص كالطفل ليس هناك أي رجل إلا وفيه طفل صغير الطفل دا جاي منين الطفل دا جاي منين من أنه تم اختزال فترة الطفولة عند كل رجل اتقال له بعد سن أربعة سنين أنت بقيت رجل فقالت له أنت بقيت رجل فاتطر أنه يعمل ايه يختزل هذه المسألة فهو محتاج أنه يحد ايه حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوني عن عائشة فإني لا يأتيني الوحي إلا وأنا في حجرها والسيدة عائشة تقول ما قبض رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري يعني السيدة عائشة كانت معاكنها كانت من أصغر زوجاته كانت بتعمل ايه بتحتضن رسول الله صلى الله فإحنا محتاجين دا بديت أول مهرتين لازم يكونوا موجودين عندك الحاجة الثانية أن أنت لازم تفتحي مجالات من الكلام مبهجة دا علشانك على فكرة وعلشان يعني زي ما تتكلم مثلا على إيه بيعملوا الأولاد لطيف على إيه الكلام اللي أنت قلت لهم فقعدوا يتكلموا عليه ويتندروا عليه مش بسخرية ولكن بكلام لطيف في لازم يكون هناك فيه شيء من الإبهاج الحاجة الثالثة لازم يكون هناك كمان شيء من المشاركة مجال مشترك تعيشوا به الثلاث حاجات دولة لو عملتيهم بشكل واضح وبشكل قوي هتغير علاقتك بزوجك بس دي محتاجة حد يكون ناوي يعمل ده ويصبر على ده يبقى أول حاجة هنسمع ونطبطب الحاجة الثانية ببساطة خالص هنعمل إيه؟ هنتكلم ونتحاور بس بطريقة مبهجة الحاجة الثالثة دوري على حاجات مشتركة ودايما نخليها عنصر أساسي في التعامل مع بعض كل ما ده هيحصل كل ما هتلاقي زوجك بيحب ان هو يجلس معاك ولكن ثلاث حاجات لازم تخلي بالك منها الهدوء لان رجالة بيحبوا حتى لو كان هو شخص مزعج بيحب ان المرأة تكون هادئة تاني حاجة ان هي تكون متفهمة تالت حاجة ان هي تكون ممتنة لكل الجهد اللي انت بتقديه اللي انت تكلمت عنه لازم تمتني له كل ما تمتني له كل ما يحس ان قهدتك حلوة وكل ما يحس ان هو منتمي إليك عايزك تكسب قلبه يمتني ليه فلما تمتني ليه يحس ان هو محتاج ان هو يقعد معاك لان انت بتحسسيه ان فيه حد حسس به يا رب وفقنا وجعلنا من أهلي الفهم ومن أهلي أول ومن أهلي شرح الصد ومن أهلي طيبة الخاطرة عشان نقدر نكون دايما سلوى وسند لأحبابنا يا رب أكرمنا وجعلنا دايما من الموفقين وجعلنا من أهلي اللين وجعلنا من أهلي السير على سنة سير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ووفقنا أن نكون رحماء في كل وقت وحيد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا